سبحان من قد أعجز آي الكتاب مصطرا ببيانها ببديعها جناهنا نتدبر أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه وليتدبر آياتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مشهد وتحليل نفسي ووصول إلى الحقيقة أرأيت من اتخذ إله وهو ماذا يا ربي أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أظل سبيلا هاتان الآيتان نحتاج إلى أن نقف معهما وقفة تبين الحق بما يتيسر بإذن الله هذا مقدمة عجيبة تحليل لحالة نفسية لهؤلاء من أجل أولا إضاحة الحقيقة لنبي صلى الله عليه وسلم وتسليه له وكما ذكر العلماء أن لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايتهم تأتي هذه الآيات تبين له حقيقة هؤلاء لا تدعب نفسك معهم نعم يجهدهم يحاول فلا تدعب نفسك عليهم حسرات يقول الله جل وعلا أرأيت من اتخذ إله وهو تأمله وقفة الآن موجود في بعض العلم الاجتماع أنه يقال المجتمع الفلاني أو هناك في الغرب أو هناك فلان لا ديني لا ديني يعني ليس له دين هذا غير صحيح لا يوجد إنسان عاقل أن يعطاه الله العقل وليس مستوزى مثلا إلا له دين أما أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا على ملالهم الحنيفة أو بوذيا أو وثنيا طيب ليس من هؤلاء جميعا بعضهم يسأل أحيانا في وسائل الإعلام خاصة في الغرب يقول أنا لا ديني نقول كذبت لك دين لك إله إله بعد نعم أرأيت من اتخذ إله هواه دينه هواه إله هواه هذا دين لكم دينكم مليا دين القول أنه لا يوجد أحد له دين غير صحيح ليس له إله غير صحيح لكن هناك من هو يتخذ الإصنام هناك من يعبد الله لكن نجعل معه شريكا ما نعبده مننا ليقربون إلى الله زلفة وهناك من يوحد الله وهم المسلمون هذه الحقيقة فالله جل الله وعلا يقول نبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اتخذوا آلهتهم وهم لمشون مع أهوائهم هذا دينهم ولله قال لهم تعملوا هذا الأولاء الذي يخاطبهم الله سبحانه وتعالى ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت هم كفار مكة اتخذوا آلهتهم اتخذوا أهوائهم آلهتهم وهنا سر بلاغ قال العلماء ما قال أرأيت من اتخذ هواه إلهه قال من اتخذ إلهه هواه ما قال من اتخذ هواه إلهه قالوا دليلا على الحصر أنهم فعلا يعبدون أهوائهم وينطلقون مع أهوائهم وجعلوا آلهتهم هي أهواء ومع ذلك قال الله عنه قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون سمعها الله عبادة ثم قال في آخرها لكم دينكم وليدين سمعه دين فهو دين هذا معنى يبين لنا الذي يقول لا دين لا لكن يقول ما هو دين أمعنى يكون دينه الإسلام أو دينه المحرف أو الأصنام كما ذلك أو غير ذلك أو يكون هواه كما بيّن الله جل وعلا أيضا ومنه ينطلق الهواء ثم يقول نفسه الله سلام أفأنت تكون عليه وكيلا يا محمد هؤلاء استمروا في طغيانهم مع البيان والوضوح قمت أقمت عليهم الحجة فلعلك باخعوا نفسك على آثارهم إن لم يؤنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخعوا نفسك ألا يكونوا مؤمنين لست عليهم بوكيل انتهت مهمتك فهل على الرسول إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر يقول الله تعالى أفأنت تكون عليه وكيلا سبحان الله قد يسأل سائل لماذا فعلا هذه الآيات العظيمة في القرآن تخفف من شدة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه الشديد على هداية هؤلاء لأن الحرص الشديد قد يؤدي يضعف صاحبه ويتعبه عن إكمال رسالته وربما وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه لكن غيره قد يخرج عن طريقه ألا ترون يا أخوان أن الذين الآن يقومون الغلاة الآن الذين يكفرون الناس ويفجرون من أسبابها حرصهم إلا غصب يهدد الناس غصب لا يا أخي الكريم لا هداكم الله لا هداكم الله الذين يتنازلون في دين الله الآن تقول لا يتتنازلون قالوا حتى نهدي الناس حاولنا حاولنا نثن حرصهم على هداية الناس لا وقل الحق من ربكم ومشاء فاليمن ومشاء فاليكفر هذه سنة الله ولا يشاء رب الله لا جمع الناس جميعا هذه سنة الله أنت فلست عليهم بمسيطر أفأنت تكون عليه وكيلة أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أولا تأملوا يا أخوتي يا أحبتي درسوا الله أن أكثرهم ما قال كلهم انظروا العدل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض لاحظوا أكثر 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 ما شمل لماذا لأنهم بعض الذين تتحدثوا معهم يسمعون ويعقلون لكن الهوى وحب الرئاسة جعلهم لا يسمعون لك وآخرون يسمعون ويعقلون ويستجيبون وإن كانوا قلة فيأتي العدل في هذه المواضع نحن نحتاج إلى العدل في ألفاظنا هناك من يعمم الأحكام يأتي يقول أهل البلد الفلاني كلهم كذا القبيلة الفلانية كلها كذا العائلة الفلانية كلها لا أخذ تقله اتقله أصبر شوي لا تطلق الأحكام هكذا قل ما تعلم وليك يأتي بالقرآن يعلمنا أن نحتاج في ألفاظنا قل كثير إذا كنت تعلم هذا كثير منهم بعد لا تقول أكثر لماذا قد تقول طيب الله سبحانه وتعالى قال أن أكثرهم لأن الله أحصاهم يعلمهم أنا وإيك ما نعلم لكن قل كثير لو كان عشرة أحصاهم كثير الدقة في الألفاظ وهدوء إلى الطيب من القلب وقول وقول للناس حسنا يسمعون أو يعقنون طيب أليسوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يردون لا السماع هنا سماع الاستجابة سمع الله لمن حمده الله سبحانه وتعالى يسمع لمن حمده من لم يحمده لكن المقصد هنا سماع استجابة سمع الله لمن حمده أي أجاب لمن يحمده فهؤلاء لا يسمعون سماع استجابة وإلا لهم آذان ويردون عن نبي صلى الله عليه وسلم ويناقشونهم أو يعقلون لو كانت العقول الصحيحة أو إلا قد أعطاهم الله عقول لو كانوا مجانين ما كلفهم الله جل وعلا المقصود هنا أو يعقلون العقل الذي يهديهم إلى الحق طيب ما السبب يا رب قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أظل سبيل من الأنعام فهم لا يسمعون ولا يعقلون بل هم أظل سبيل من الأنعام لماذا أول قال تأملوا معي بدقة إنهم إلا كالأنعام بل هم أظل سبيل لماذا ما قال مباشرة بل هم أظل من الأنعام لا مرة أخرى دقة له إنهم إلا كالأنعام في الظاهر يأكلون يشربون كما تأكل الأنعام ويشربون كما تشرب الأنعام يتناكحون يتناسلون كالأنعام لكن من حيث الحقيقة هو الهداية بل هم أضلوا سبيلا تأملوا الضلال هنا الأنعام أيها الأخوة ما تذر أحد ما تذر أحدا الأنعام تعرف طريقها تعرف ما ينفعها وتجتنب ما يذرها لو رأت النار اجتنبتها ورأت المرعى ذهبت إليه هؤلاء لا يرونها لا يعرفون الحقيقة أيضا أن الأنعام غير مكلفة هؤلاء مكلفون أيضا وعسوا ربهم جل وعلا فكذلك أيضا هم الأنعام يتعلمون الأنعام لا تتعلم ما يذرها لا تتعلم شيئا إلا ما يفيدها في حياتها اليومية أما هؤلاء يقول الله جل وعلا ويتعلمون ما يذرهم ولا ينفعهم فلما نأتي ونجد هذه الأمذلة فببيان الأنعام الأنعام تسبح الله جل وعلا حقيقة هؤلاء لا يسبحون الله جل وعلا هنا قاعدها وذكرها بعض العلماء يسميها رباعية أذكرها باختصار يقول الناس أربعة شخص يدري ويعلم أنه يدري شخص يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فالزموه وشخص يدري ولا يدري أنه يدري فذاك غافل فذكره وشخص لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل أو فذاك جاهل فعلموه وآخر لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك أحمق فاحذروه وما أكثر هؤلاء الحمقى لهم هكذا أيها الأحبة أرأيت من اتخذ إله وهواه إنهم إلا كالأنعام بل هم أظل سبيلا انحرفوا عن طريق الحق وأختموا هذه الحلقة كما كيف تكون النجاة أيها الأخوة الإقبال على كلام الله جل وعلا الخوف من الله جل وعلا مجاهدة النفس التفكر في العواقب والنتائج في هذا نوفق الهداية فالله الله أن نحذر هذا المثل إذا سمعت قال الله قال رسوله فاستجب له واحذر أن تكون كمن وصف الله جل وعلا ولو بشيء مما تتركه كم من يسمع ويعقل كم من يتلقى أمر الله جل وعلا ويعمل به أو يعقلون تدبر القرآن الذي لا يتدبر القرآن ما عقل معناه ما فهم معناه كل الحسبة بضوابط التدبر المعروفة حتى لا تدخل في هذا الوصف إنهم إلا كالأنعام وحتى لا تدخل وحاشاك المسلم ليس كالأنعام بل هو أفضل المسلم له دينه له عقله أما أولئك فهم يعترفون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم ما كنا في أصحاب السعير فأسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا لاستخدام عقولنا بالاستخدام الصحيح وأن يرينا الحق حقا وأن نذقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا وأن نبلغ رسالة الله كما أمر الله وهذه حقيقة الانتصار أما هداية الناس فهي لله جل وعلا ليست لنا لم يجعل هداية الناس للأنبياء حتى تكن لنا نعم على الأنبياء وعلى الدعاة هداية الناس هداية الدلالة والإرشاد والدعوة أما هداية الاستجابة والقبول فهي لله جل وعلا فلا نتعدى على حدود الله جل وعلا ونلتزم بالحق وبقول الحق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان من قد أعجز آي الكتاب مصطرا ياهنا نتدبرا أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه وليتدبر آياتي اشتركوا في القناة